السلام عليكم أخوتي أخوتي الأزاز أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة للنقاش معكم كما العادة حاتم المرابط اليوم سوف نفضح مرة أخرى إعلام الدولة الهوكية الذي يعيش على الكذب ويقتات على الكذب ويتنفس الكذب ويفرح بالإنجازات الكذبونية الفنكوشية الوهمية سوف نضع إلى خبر ياروج بقوة منذ صباح اليوم مفاده أن مجلس الشيوخ الأمريكي صفع المغرب مرة أخرى لكن دعونا أن توقفوا أولاً عند واحد الحادثة القطار في الجزائر في ولاية أم البواقي الجزائرية التي كانت في الجزائر الشمالية واحد القطار هذا من يد الصهاريج المحروقات وهذا تقريباً غير الماثور تقلب وخرج من السكة الحديدية وكيفما تشوفوا نفس الصور طبيعة التضاريس عادية جداً ومشي سحراوية في هذه عمار الرملاء والكتبان الرملية المتحركة هذا أنتم تكذبوا على البلوفين وكيفما تقولوا أن سنضعوا سكة حديدية لإستخراج الحديد من غارج بلاد فتندوف محتلة حتى الجيجل في شمال شرق الجزائر الشمالية وأنتم السكة الحديدية لكم دون مستوى القطارات الصغيرة بحال هذا من يد الصهاريج تقلبوا غير ببعدهم فما بالك بسكة حديدية وسط الصحراء وبقطارات أطول هذه الحديثة كتبين بكل بطاطا العابة التي عايشون فيها الدولة الهوكية هم أبطال فقط في الكاذب والبروباغندا أما على الواقع هم صورة لهذه الحديثة القطار خارجين على المصار منذ نشأة الجزائر لـ 1960 لمهمة الشابوس بازر قطار تامنراس راقري بيسالي ومن بعد غير يمشيوا قطار غارج بلاد اللي غير يطلع من تندوف المحتلة حتى الجيجل غير تسنهم رك أصلاً عايش في دولة سما أكبر قاعدة الانتظار في أفريقيا وعلى ذكر الجزائر اللي هي أكبر قاعدة انتظار في أفريقيا فهذا الكيان هذا منذ رحيل دونالد ترامب قاتل تسنى أنه يمسحوا التغريضة في تويتر مع العلم لأنه يمسحوا الحساب دونالد ترامب ولم تغير الموقف الأمريكي وتسنى جو بايدن اللي لا يسمى جون بايدن أنه يتراجع على القرار وفي نفس هذه القطار خرجات كلاب الإعلام الجزائري الوفية للنظام العسكري تتروج الخبر يخص مجلس الشيوخ الأمريكي ودروا العنوان الصحراء الغربية الكونغرس يدعوا ثلاث شروط جديدة لبرامج تعاون مع المغرب هنا سنفهموا أن مجلس الشيوخ الأمريكي حتى ثلاثة شروط معادية للمغرب والتعاون مع المغرب في الصحراء دونالد ونقرأوا أول جملة من هذا الخبر في قناة الشرور الجزائرية بين قوسين رأى كل إعلام تكتب على هذا الخبر هذا من الصباح بداية من وكالة الصرف الغير الصحي حتى الأصغر موقع إلكتروني أو حساب فيسبوك وكتبوه في أول جملة وجهت لجنة الاعتمادات المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي صفعة غير مسبوقة للنظام المغربي بغيت نتوقف هنا عند هذه الجملة ونشرح الجرارة أن مفهوم الصفعة في العلاقات الأمريكية المغربية رأى مفهوم غير حقيقي وغير وارد لأن نية الأغبية ركنت الموحولة فاء أمريكا تعتبر المغرب أكبر وأقوى حالي في المنطقة حتى أنها تفضلوا على الدول الأوروبية مؤخرة بحل إسباني فكتضحكوني فاش كتديروا هذه المصطلحات دي الأمريكا تصفعوا المغرب رأى حالي لأتي مثلا الجزائر تصفعوا البوليزاريو رغم يمكنت العلاقة الجزائر والبوليزاريو هي علاقة أمومة وعلاقة حميمية كتعتبر فيها الجزائر البوليزاريو هي الرضيعة ديان الوحيدة لتصفعات وكلات ملخذية العصائية الجزائر التي تقاتل وتصرف وتنقذ وفي الخلقة الأمريكية تعزار في مغربية السحراء مع العلم لأن رضاة الفعل يدرسوا مع أمريكا ليس بحل رضاة الفعل يدرسوا مع إسبانيا وهنا ركن علامة استفهم تترح واذا باقي يتسحب لكم أن هذا الاعتراف الرسمي للدول الأمريكية هو مجرد تغريدة على تويتر واذا بنيتكم تسنو أن جون بايدن يتراجع على القرار واذا تسنو أن دونالد ترامب يرجع إلى البيت الأبيض موراجو بايدن ويرجع في كلامه فالله يرضي عليكم الجرارة بغيتوا تنبحوا في إعلامكم برحبا احنا أصلا ولمفنا نبحي لكم ولكن بدل العنوان بقوا تكتبوا مثلا مفاجأة غريبة للمغرب تغيير في السياسة الأمريكية مثلا أما الصفع وتصرفها قرخص بكم غير تومك الدولة الوحيدة التي تصرفها بحج جفاف هي الدول الهوكية كيف رفقتكم؟ أمريكا صفعات الجزائر إسبانيا صفعات الجزائر فرنسا صفعات الجزائر ألمانيا صفعات الجزائر لذلك كيف صفعكم وأنتم مقابلي الكذوب على المغرب حتى موريتانيا صفعاتكم ووقفت مع إسبانيا ومدتش فيكم في الأزمة الأخيرة وقال رئيسكم كذبون وهو يتكلم على بوتفليقة قال باللسانه أن الجزائر كانت مني كتصفع كتعطي الحنك الآخر بش يعوده وقال عليه أن الجزائر لا يبقى لأن الجزائر كانت في الجزائر ونأكد لي أن الجزائر باقي وخاصة في العودة الكذبون عامرة صرفيق وغير اليوتيوبرات المغربة لا تخلقوا فيكم صرفيق وتقرر فيه المهم الجرار والتفهم من هذا مصطلح هذه الصفع لا يلق بأي دولة أخرى من غير الدولة لكم وأنتم تضحكوا بأي الناس من كتكتبوا هذا الوصف على المغرب لأن أمريكو المغرب محاليفين والمصفوعة الوحيدة فالنزاع المفتعل هي الجزائر لخسرات الغالي والنفيذ وخسرات الأرواح في الأخير كتشوف أن الرضيعة البوليزاريو منبودة ومتعون حتى واحد دا بقى نشوفوها ثلاثة شروط للكونغرس الأمريكي الشرط الأول حسب الإعلام الغير الصحي للجزائر قال لك أوضحت اللجنة في المذكرة التفسيرية لمشروع قانون الموازنة أنها تتعامل بشكل منفصل مع مسألة الصحراء الغربية دون أن تذكر المملكة المغربية على الإطلاق وبذلك تنضم إلى القرارات القضائية لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي التي اعتبرت إقليم الصحراء الغربية منفصلا عن المغرب بعدما كان شيء مؤسسة دولية في العالم ممكن أن تأخذ قرارات نيابة على الأمم المتحدة أمم المتحدة وجدت لكم أن إقليم الصحراء الغربية منفصل عن المغرب مال الخرى لم يكن هناك ولكن مع ذلك سوف نرى التفاصيل ونكذبكم بالأدلة أكيد أن بلوفينكر من أن يقرأ هذه الجملة لا يفهم فيها ولو ويبقى عاقل غير على العنوان وهو أن أمريكا تصفعوا المغرب وصعف أتقول لله وعلى شو كده لا يفهمك ما سوف يقول لك أمريكا تصفعوا المغرب قالوا هنا وأنتم لا تكذبوا قال لك لجنة الكونغرس دي المشروع المالية ذكرت اسم الصحراء الغربية دون ذكر اسم المغرب وبذلك هذه اللجنة قال لك تنضم لقرارات المحكمة الأوروبية بخصوص الاتفاق دي الفلاح أولا قرار المحكمة الأوروبية هو قرار قيد المراجعة في محكمة الاستئنف يعني ليس قرار نهائي ولم يؤكد بعد لأنه في مرات سابقة الابتدائية دي المحكمة الأوروبية كانت تحكم بنفس الحكم وفي الاستئنف كل غير هذا ألمانيا وإسبانيا وفرنسا المعترفين بالحكم الذاتي المغربي وبالصحران المغربية سيأتي من جهتكم في الاتحاد الأوروبي والله ما كنت تحشم وأستروليا لأن من يستئنف القرار في المحكمة الأوروبية وما الدول الأوروبية ليس المغربي فما يمكن أن تعتمدوا على قرار لم يبتل الحكم فيه نهائيا سنرى من بعد ما قالوا حقيقة في مجلس الشيوخ بعيدا عن خزع بلاد الإعلام الغير الصحي الجزائر بعد ما قالوا حقيقة في مجلس الشيوخ أنه يدعم قرار لمحكمة الأوروبية أنا رأيت نص الكامل للاد التقرار وليلاد اللجنة ولم أذكروا قرار لمحكمة الإبتدائية الأوروبية فما يمكن لكم الجرارة تربطوا ملاحظة أو إحساسا لكم أو النية لكم أو الرغبة لكم وتقولوا على الكونغرس ما ما قالوا قالوا لك أن تذكروا الصحراء الغربية ولم أذكروا المغرب سؤال مطروح هذه المساعدات المالية التي ستذهب إلى الصحراء الغربية التي هي مغربية ماذا سيأخذ؟ هل تأخذ الموزنبيق أو الجزائر أو سيأخذ ابن بطاج؟ طبيعا الحال سيأخذ المغرب لأن أمريكا تعترف بمغربية الصحراء ومن بعد ما زعله؟ هؤلما قالوا الصحراء الغربية وشهد شيء يذل على أن الصحراء الغربية هي الجزائر والموزنبيق أو المن واستمعتوا أن أمريكا تراجعت على القرار الرسمي لتسجيل في الأمم المتحدة والذي يعترف بمغربية الصحراء هذا الخبر الفنكوشي بالمناسبة رعلق عليه حتمعته شمال إفريقيا ومعته البوليساريور الذي هو عمر البلاء وخرج فرحان به بحالي لصافي البوليساريورا ومدخله الصمار هذا كان الشرط الأول أما الشرط الثاني قال لك كما حتت اللجنة وزير الخارجي على تعزيز إنشاء آلية للمراقبة والإبلاء بشأن قضية حقوق الإنسان داخل بعتة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربي يعني هنا الجزائر تقول على أن اللجنة المانية طلبت مراقبة حقوق الإنسان في المينورسا هذا الشرط سنجعله حتى من بعد حتى نرى الفقرة التي تكلموا فيها على أقالي من الجنوبية في تقرير كونغرز ولكن بين قوصين في التقرير سأضروا على الكثير من الدول وطالبوا فعلا بالإجراءات وبأنه يناقشوا هذه المواضيع وبأنه يدل المراقبة يعني هذا شيء أمر عادي ولكن سنرى أن تكلموا فعلا على المينورسا كما قلته في الشرط الثاني ما هذا هو الشرط الثالث على استخدام أي من الأموال المخصصة أو المتاحة بموجب قانون الاعتمادات الفين وثلاث عشر أو القوانين السابقة لدعم بناء أو تشغيل قنصرية أمريكية في السحراء الغربية حتى هذا الشرط لا نجمع على ذا بحثة نرى فعلا ما أصلا تكتب في التقرير كلام على القنصرية دي الولايات المتحدة الأمريكية ولما تكتب تقرير اللجنة التي ترفع المجلي الشويق والتي تكلم على الصحافة الجزائرية اليوم بقوة والتقرير اللي افتحت اليوم وقلبت على ثلاثة شروط اللي كتروج لها الجزائر التقرير الرقم مية سبعة عشر بعمية واحد دي القانون المالية الفين وثلاث عشر فالتقرير كامل اللي قلبت يوم ما تلقاه شقاع مصطلح المينورسو أو الأمم المتحدة فيما يخص الصحراء الغربية المغربية يعني هنا أوتوماتيكيا تنعرف أن الشرط الثاني هو كذب ولم يذكر أبداً أي كلام على ضرورة إدخال حقوق الإنسان في المينورسو حتى كتبت المينورسو باللغة الإنجليزية وقلبت عليها في تقرير كامل لم تلقاه هاو ماجرار ومع البذياء لا يوجد لاتت شروط أو غير جوج حتى نرى هذه الجوج وماذا هم حقيقيين أو غير كذب بحال هذا الذي يحيدنا ذلك أيضاً في التقرير لم يكن تحسل أي كلام عن قنصلية أمريكا في جنوب المغرب ولقلبنا بمصطلح السحراء الغربية أو بمصطلح المغرب لا يوجد في التقرير شيئاً عند علاقة بالقنصلية الأمريكية في الصحراء الغربية المغربية يعني كتكذبوا عين بين وبلاحية 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 وهي عادي صراحة أنا شخصياً لم تفاجأ منه تخافوا ما تحشموا والكذب تعطيوا صلياً ولكن الجزائر والتي لم تقلتوا لبلوفينجر أو الشاب التقرير يتكلم على موافقة للجنة الأمريكية المالية توفير المال الخاص الموجهة لقنصلية الولايات المتحدة الأمريكية والتي ينقلوا من تل أبيب إلى القدس الشريف في نهاية نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة أو بالأحرى نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة رأيت لكم ظالمة أو مظلومة ولكن في المشمش يا جسع بالجزائر الساقيق قرأوا التقرير كامل وهو بالمناسبة تقرير طويل كثيراً وبقوا تقرأوا المسؤولين للجزائر وتركزوا غير على ما يخص المغرب ونسوا أنه في نفس التقرير تكلم على دعم مفتح قنصلية أمريكا والنقل من تل أبيب إلى القدس ما هو النفاق الذي يعيشون فيه؟ لماذا لم تتحدثوا على فلسطين؟ لماذا لم تتحدثوا على فلسطين؟ كيفما تدفعوا دائماً على البوليزاري؟ أين هي نصرة فلسطين؟ رجلنا لكم أنتم تتحدثون على فلسطين فقط من أجل تشوي صورة المغرب لماذا تكون شيئاً عند علاقة بالمغرب؟ تتحدثوا تتحدثوا بها لتضرروا بها وأنتم تدفعوا على فلسطين وهي ما كان لفلسطين يحزنون أنتم الوحيدين الذين يدعموا في العالم هي صندريسا كيف يعقل أن مسؤولين جزائريين تقرأوا هذا التقرار الكامل وتحلوه وتشوفوا اقتراح هذه الدعم القنصلية أمريكية في القدس ولا تتكلموا عنها نهائياً ولا تنشروها إعلامياً وتركزوا غير على البوليزاري والمغرب يعني لم يتم تهاجم المغرب أصدقنا فضحاً نفاقكم ومتاجرتكم بالقضية الفلسطينية ماذا ستخرجوا؟ تنتقدوا نفس اللجنة التي كنتم فرحانين بها وتقيدوها حيث كتبت مصطلح السحراء الغربية ماذا سنقول للشعب لكم وهو تعرف اليوم أنه في نفس التقرار الذي كنتم فرحانين به أمريكا تدعم فتح قنصلية في القدس بدلت الأبي وأنتم يا المنافقين ويا الخوافة لا تستطيع تكلموه إعلامياً وقدروا فقط معادة المغرب أما مهمكم لا بغزة لا بالدفة لا بالشعب الفلسطين أصلاً قال رئيسكم لبلينكن وزير خارجية أمريكا قال لي أننا في الجزائر ليس لنا أي مشكل مع إسرائيل وكان مسجلة بالصوص المهم شكراً مرة أخرى لأنه استطرقتوا إلى هذا الموضوع وكذلك كنتم تشمعنا كمغاربة كما كنا سنسمعوا بعض التقرير ونصدقوا في الخرفة بخصوص عدم دعمكم لفلسطين على حساب سندريسا يعني خبر قنصلية أمريكا في القدس اللي هو حقيقي ما تكلمتوش عليه وخبر قنصلية أمريكا في الصحراء الغربية الغير موجودة في التقرير واللي ما كانتش في التقرير ولا تكلمتو عليه أما كان غير كذب كذبة كذبون وما كان غير زالمة أو مظلومة ولكن في المجمش يعني دابة شرطين من ثلاثة شروط مشاءوا مجرد كذب فقط وما كانتش قاع في التقرير هذا هو الإعلام الجزائري منذ خلق هذا الكيان في شمال إفريقيا عن طريق المستعمر الأجنبي ينشر هذه الأخبار المزيفة ويروج لبروباقاندا تجعل هورمون سعادة عند البلو فينجر يتلع وتوهم على أنه في إنجازات يومية رائعة وأن المغرب تخسر القضية وعيش المجاعة وعنده الفقر وعنده قاعدة الشيء الذي عيش في الجزائر كان في المغرب ما عندهم يعني يكذبوا ويتيقوا رسم أعطيناكم أصداقية كثرة من 40 سنة ثم تكذبوا وتتروجوا غير ببعدكم للخزع بلاد وعلى خاطر خاطركم اليوم حلفنا على أبوكم حتى نحمقهكم وندروا عملية غسيل جديدة عكسية لأدمغة جراروة ولكن عملية غسيل أدمغة ستكون حلالة وبدون كذب سأصلا بزاف من المؤترين في الجزائر وكتبنا وتوجهات وبعض المصطلحات هذا شيء بطبيعة الحال تأتي مع الوقت وكتطلب وقت طويل ونحن معكم وفي نفس الوقت بالتكذيب والفضح الذي نفضحكم تنبين المغربة كيف تصوه فعليا وكيف تخدموه حتى يدخل مع شخص في نقاش سيعرف كيف يدلي إعادة تهيئة وإذا أريد شخص يدوخكم بالكلام المعسول ستعرفون على أرض الواقع كيف يديرون ضد المغرب هذا بقى لنا الشرط الأول الذي يقول أنهم يذكرون الصحراء الغربية دون ذكر المغرب وكيف مما قلنا الأموال المساعدات تمشي في نفس الأموال المساعدات التي تمشي المغرب يعني لم يكن فرق بين المغرب وبالأقاليم الجنوبية الغربية جوج المرات تذكرون الصحراء الغربية المغربية أصلا مصطلح الصحراء الغربية المغربية أنا شخصيا ما عنده منه حساسية لأنه يشير إلى منطقة جغرافية تتواجد جنوب غرب المغرب أصلا المغرب نسمي على أنه غربي يعني عادي تكون الصحراء غربية وهو المصطلح الشائع استخدامه في الأمم المتحدة يعني مصطلح ما عنده احتش دلالة ولا قيمة له سياسيا وعزيز علي هذه المصطلح لأنه تذكرني بأنه هناك صحراء شرقية من الجهة الأخرى خاصة نفتح الملف وهي على حساب الحدود مؤقتة هذه الجزائر هي الصحراء الغربية دي الجزائر يعني البوليزاريون ومساكنين في الصحراء الغربية دي الجزائر هي الصحراء الشرقية دي وتنشكر الجرار وأنهم سلطوا الضوء على هذا الملف بالترويج للأخبار الزائفة حول بداية استغلال غارج بلاد في تندوف المحتل يعني احتل لماذا ما يعرفش هذه القضية ذي الصحراء الشرقية سيعرفها نقرأ عليكم الفقرة الأولى العنوان الثالث من القانون هو الذي يجب أن يكون متاحا لمساعدة الصحراء الغربية في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد سن هذا القانون وقبل الانتزام بهذه الأموال على وزيل خارجية تشاور مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ويجب تشاور مع اللجان في الاعتمادات بشأن الاستخدامات المقترحة لهذه الأموال دباء أمريكا فالتقرير تقدم فيه دعم البثار من المناطق في العالم منها دول في شمال أفريقيا كتونس المغرب كتبوا مصطلح الصحراء الغربية لحسب القانون الرصبي الأمريكي هي منطقة داخل المغرب لأن أمريكا مع تارفها رسميا بأن تكون منطقة كاملة داخلها في الحدود المغربية كتبوا لكم في التقرير الجمهورية العربية الرملية الصحراوية البخروبية الدافية الديمقراطية لم تكتبوه كتبوا مثلا رصد بوليزاريو لأنكم أيضا فرحانين وما تتكلموا على إقليم في المغرب معترفة بأمريكا رسميا وسميته الصحراء الغربية المغربية ما كلامكم تعني زعما أن أمريكا لا يعجبه الاعتراف بمغربية الصحراء و ستحيضه لا ينبغيته توصله لمن يعطيه الأموال سيعطيه المغرب وما سيتراجع الاعتراف ما هو المغزى من هذا الخبر هذا وفي نهاية الصفح عليك تتكلموا أعود ثاني فضحت ورأسكم لأنه فالتقرير لهذا القانون الأمريكي تذكرت فيه كلمة دولة إسرائيل 76 مرة يعني أكثر مرة تذكرت فيه دولة فالتقرير الأمريكية إسرائيل ومع ذلك المسؤولي الجزائري اللي داروا التحليل للتقرير لا تتكلموش على دعم أمريكا لإسرائيل ومناصروش فلسطين كما يدعون وأيضاً أعطاوها أموال طائلة كدعم لدولة إسرائيل فانا ما فهمت النفاق ديركم الجرارة يكدين ما كتسبقوا فلسطين دائماً وكتقولوا على أنكم كتدعموا وعاد كتذكروا مورال بوليزاريو بش تعطيه شرعية لحسب فلسطين فعلش من تقتشوه ولو إعلامياً دعم أمريكا المالي لإسرائيل أو قرار أمريكا فتح قنصولية في القدس وش البوليزاريو أهم لكم لهذا الدرجة من قضية فلسطين والقدس الشريف أين أنتم المقولة بخروبة أننا مع فلسطين زالمة أو مزلومة طبيعة الحال في المشمش كيفاش أعطاكم خاطركم تروجوا وتفرحوا بتقرير كدعم هذا الشكل الكبير إسرائيل وخشيتوا راسكم في الرملاء ما تكلمتش عنه ولو مرة واحدة أو في خبر واحد هنتم حالياً خدامين كتهجموا المغرب باستغلال باش يعليه وجوم إسرائيل على غزة باش غير تعادي والمغرب وشهد الفلسطينيين وقع لهم مشكلة حتى ضبعت المغرب مع إسرائيل زعما قبل إرجاع العلاقات بين إسرائيل والمغرب كانت إسرائيل ما كتهاجم غزة زعما سبب هجوم إسرائيل يوم على غزة والتطبيع زعما فاش مثلا المالك محمد السادس قطع العلاقة دياله في تسعينيات القرن الماضي مع إسرائيل لدعم الانتفاضة الفلسطينية وشهد شيء ما منع إسرائيل أن تهاجم على غزة لماذا لا تقتش إسرائيل بقدر ما تنتقدوا المغرب أنه طبع وكتحمله مسؤولية الهجوم كل مرة على غزة لماذا بطريقة غريبة ما تذكر تركيا كمطبعة مع إسرائيل لماذا فالتقرير للأغلبية دياله هو دعم لا مشروط لإسرائيل وانتو ما بتكلمتوش عليه بل اخترتوا أنكم تكذبوه وتزيدوا شورط من رأسكم وأنه قتلمت تذكر في التقرير ديال الكونغرس الفقرة اللي قريت عليكم فيها دعم مالي ومطالبة بضبط الأمور والاستشارة قبل أي تنفيذ فما فهمت أنا كيف شعطاكم خاطركم بتكتبوه صفعة في العنوان صفعة أمريكية للمغرب وتزيدوا من رأسكم الشروط وتكذبوا عليهم رأى أمر عادي هذا الشيء اللي تكتبوا ولكن اللي ماشي عادي هو تديروا عين ميكا على دعم إسرائيل وعلى قنصلية أمريكا في القدس وتركزوا غير مع البوليزاريو ورأى أدوه ماشيام المنافقين وشيام الشمايد اللي يستغلوا القضية الفلسطينية من أجل ضربه ومعادات المغرب دائما كتسبقوا فلسطين في الكلام ديالكم المعسول ولكن كتدعموا غير البوليزاريو بحال هذه المرة قريتوا التقرير وقريتوا دعم إسرائيل ودعم مشروع النقل الكنسولية إلى القدس ومشيتوا كتدفع غير على البوليزاريو يعني في ثلاثة شروط الجرار واللي فرحان بها شرطين أصلاً مكينينش في خطرة مكينينش ممتقونينش والشرط الأول فهمين انتموا بطريقة ديالكم والاستغلتوا مع موضوع ثاني لا علاقة له بالأول وهو قرار المحكمة الابتدائية الأوروبي اللي غير تلغى في الاستئناف بهذه القرارات السابقة فيا معتوه شمال إفريقيا ويا معتوه البوليزاريو يا عمار البلا سيروا يقلبوا على إنجازات في الواقع أما الأحلام والمتمنيات والكاذب فرع ما ينفعكم أمام قوة الدبلوماسية المغربية هذه الناس لا ترصوه من الكذب ولا تخافوه من الفضائح المتتالية اللي كنت تدرون لهم كنت أعتقدر منك بصبع مرة ثانية أنني ما خليتك تفرح بكث بدل إنجاز لفنكوشي الوهم الجديد ولكن برافو لإعلام الصرف الغير الصحي الجزائري رخدامنيت بقوة في استحمار واستبغال القطيع أما كان غير كذب كتب حمودا وما كان غير صوق القطيع علشان الباقة بالضيع بالمناسبة عزيزي البلوفينجر فالتقرير هذه اللجنة أشادت بتطبيع العلاقات المغربية والإسرائيلي وبما أن الاتفاق التولاتي كانت دخل في إسرائيل أمريكا والمغرب مع اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء وإرجاع العلاقات مع إسرائيل فأجي كدل عزيزي البلوفينجر مرة ثانية أن معتول شمال إفريقيا عمار البلو الإعلام من غير الصح الجزائري يستحمرك ويعتبرك غابية لا تفهمش ومكلخ علش ما قالوش لك عزيزي البلوفينجر أن وفاة تقرير اللجنة المالية مثلا اقترحات على الكونغرس أن الدعم بالاتفاق العسكري الأمريكي المغربي بعشرات المليون دولار يكنتوك تروجوا سابقا أنها ستمنع الدعم الأمريكي للجيش المغريبي سمع سماعة النوطين البلوفينجر اللي يجعلهم يستحمرهم ويستغلهم وتقرر اللجنة بالشراكة طويلة يجعل الأمد بين الولايات المتحدة والمملكة المغربية على أساس المصالح المتبادلة من الاستقرار والتسامح والاقتصاد والازدهار في الشرق الأوسط وإفريقيا اللجنة تتجع على تنويع الاستراتيجية الأمريكية المغربية والشراكة من أجل تعزيز تعاون تولتي مع دول منطقة الساحل وغرب إفريقيا لتعزيز السلام والأمن في هذه المنطقة يعني أمريكا المكلخ ركت عصاب المغرب حليف استراتيجي ومحواري في المنطقة لماذا تتكلمون على الصفعات؟ أنا لم أفهمت الفقرة الثانية التي ذكرت فيها الصحراء الغربية ذكرت على أساس أن الوزير الخارجية أو الخارجية الأمريكية تستطيع المجودة لها لإلقاء حل عادل لإنهاء هذه الأزمة لأنه قد تفرق يا عزيزي البلوفينجر بين اعتراف دولة للولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء والنزاع لما زال مفتوح في الأمم المتحدة مباشرة بعد الاعتراف الأمريكي دولتين أمريكا والمغرب أشاروا على أنهم غير مواد ميلة لإلقاء حل عادل في الأمم المتحدة يعني لم يتغير أي شيء فهمت يا أبو أصبع لا يمكنك لدولة تقول هذا الكلام وتوشيد بالمملكة المغربية ودور المملكة المغربية في غرب إفريقيا والساحل وهو يستحمرك في الجزائر ويروجه لك على أنها صفعة أنا أقول لي يا بلوفينجر سأرفقه فيك بدل كذوب ما صفعة؟ لا يمكنك دولة تأخذ الصفعات من غير الجزائر إسبانيا تصرفق، فرنسا تصرفق، المغربية تصرفق أمريكا تصرفق، ألمانيا تصرفق إعلام الصرف الغير الصحي الجزائري عارفين أن أصحاب الرؤوس المربعة ما غير يقلبوش على المعلومة ولا هنا ما تنعممش أنا هنا سنتكلم على أي واحد كي تيقهاد الخزعبيلات التي تنشرف وكارة أنباء الجزائرية أو في الإعلام الرسمي أو الغير رسمي اللي كلهم بني على الكاذب والبهتان وتزوير التقارير هذا كلام موجه للناس الذين يدخلوا يصبونه عارفك عزيزي البلوفينجر أنه خادشي كامل ما زال ستعتبرني كذب لأنك مقصود الدماغ وتؤمن أن الجزائر دائما متفوقة على المغرب، يعني عندما يأتي شخص يوري لك العكس تقول عليه كذب صراحة هي متفوقة على المغرب فقط في الكاذب أما على أرض الواقع وكيف ممشتي اليوم رقم عبارة عن أبواق تزوير الوثائق الرسمية وكتكذب وكتستحمر وكتستبغل الجرارة أنا لم أفهمت كيفية وسائل الإعلام الرسمية تتجرى أن تكذب هذا النوع من الأمور الخطيرة وكتروج الشروط لا تذكروا في تقرير أمريكي نهائيا المهمة الجرارة وفدت كامل الصفعة الوحيدة التي أخذتها هي أننا فضحنا الكاذب لكم وبالأدلة وإذا فضحناكم في تعاملكم مع القضية الفلسطينية التي تجربتها لأن نفس التقرير الذي تمدحو فيه والذي أنتم مفرحان به يدعم إسرائيل ماليا وديبلوماسيا وملكة المغربية دائما ما تحفروا للناحفرة أو تتقطع حين فيها شكرا على المتابعة والدعم لكم كان معكم حاتم مرابب السلام عليكم